اشتركوا في القناة وكتب على نفسه رحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبخت وضبه دعى عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرف تعين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على الإباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسامي عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر وألها وإنما تعدن لآت وما أنتم بمعجزين مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال للمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المبطلون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعشرون لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد فلم يغضلها ربها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكل نفسه الثمن فضارت السلعة في أيديهم وقعت في يد أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله فقل لا تقبل هذه البينة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله وليخافون لوم تلاعم فتأخر الخلق كلهم وثبت المجاهدون فقيل إن نفوس المجاهدين وأموالهم ليست لهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والعقد يجب التسليم من الجانبين لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيله فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا والآن فقد رددناها عليكم وأوفر أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالتا بل أحياء عند ربهم يرذخون فحيها لا إن كنت ذاهمة فقد حدا بك حاد الشوق فطو المراحل وقل منادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن ظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا لقد حركت داعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية وأسمع مناد الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار كل الناس عباد الله يدعي محبة الله عز وجل وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى كل الناس يدعون محبة الله عز وجل حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأكذبه الله عز وجل في ذلك وقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم فالمحبة لها علامات لا تغدع النفر الحبيب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل ومن الدلائل أن يرى متفاهما لكلام من يحظى لديه السائل فالمحبة لها علامات لها ضلع فما هي علامات محبة رب الأرض والسماوات ذكر الله عز وجل في آية واحدة في سورة المائدة أربع علامات قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تنائم فأول علامات محبة رب الأرض والسماوات أن تكون ذليلا على إخوانك المسلمين كما قال عز وجل في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريضا قلب لن فضوا من حولك وقال عز وجل في وصف الصحابة الكرام قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فالذلة على المؤمنين عباد الله أول علامة من علامات محبة رب الأرض والسماوات كان الواحد من الصحابة إذا رأى أخاه يبكي بكاء البكاء قبل أن يعلم سبب بكاء والعلامة الثانية هي الشدة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات المؤمنين وتتوفر فيهم علامات محبة رب الأرض والسماوات فالذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين كانت متوفرة في هذا الجيل الأول فكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم طرعهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود العلامة الثالثة عباد الله يجاهدون في سبيل الله والجهاد هو بذل النفس والمال لله عز وجل دفعة واحدة وهو ذروة سنام الإسلام بذل الجن في مقاتلة المشركين والبغار وهو ذروة سنام الإسلام وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجهاد وما ترك قوم الجهاد إلا ذل فهذا الذل الذي يصيب المسلمين عباد الله نتيجة لتركهم للجهاد في سبيل الله عز وجل دفعة واحدة ذروة سنام الإسلام وكان الصحابة أيضا رضي الله عنهم هم سادات المجاهدين فقد بدل المهجة والدماء لرفع راية الله عز وجل وقد أوجب الله عز وجل علينا محبة ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال فقال عز وجل كل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن طردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فقال العلماء بأن هذه المحبة محبة واجبة لأن الله عز وجل لا يتباعد هذا التباعد لا يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إلا على ترك واجب أو فعل محرم ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية فقاله الله لا يهدي القوم الفاسخين فيجب على كل مسلمين عباد الله أن يبدل نفسه لآزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل كما قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أن يجب عليهم أن يبدل كل واحد نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي أولى بالممنين من أنفسهم فكان الصحابة يسرعون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويرفعون راية الإسلام خل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ولم يكن معه إلا أحد عشر أنصريا وطلحة بن عبيد الله المهاجري فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرده معنا وله الجنة فقال طلحة أنا قال كما أنت فقال أحد الأنصار أنا قال أنت فقاتل حتى قتل ثم رأقوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرده معنا فقال طلحة أنا قال كما أنت فقال أحد الأنصار أنا قال أنت فقاتل حتى قتل حتى قتل الأحد عشر أنصريا كلهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فلم يبق إلا طلحة فقال من يرده معنا قال طلحة أنا قال أنت فقاتل ختال الأحد عشر أنصريا وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى الشاب وكان سأم متوجعا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله طلحة بيده فقال حسي قال لو قلت باسم الله لرفعتك كالملائكة والناس ينظرون إليك وقال أوجب طلحة أوجب طلحة أي وجبت له الجنة وقال طلحة ممن قضى نحنه ولما انتهت معركة الحب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما فعل سعد بن الربيع الأنصري رضي الله عنه فقال أحد الأنصار أنا فبحث عنه في القتلى فوجده في آخر رمق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته قال أجدني أجد ريح الجنة على سبيل الكرامة كان الصحابة يشمون ريحة الجنة وهم في ساحة الختال كما قال ألس بن النظر كذلك الجنة أرب النظر أني لأجد ريحها من دوني أحد كانوا من صدقهم مع الله عز وجل ومن إيمانهم بالله عز وجل وبوعد الله عز وجل وعيده كانوا يشمون ريحة الجنة وهم في المعارك وقال سعد بن الربيع أبلغ إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلطوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف أي فيهم جفن يتحرك هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجاهدون في سبيل الله والعلامة الرابعة عباد الله لا يخافون لوم تلائم فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يجاروا بكلمة الحق غير آئدين ولا وجلين فمن علامة محبة الله عز وجل الجاروا بكلمة الحق وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله من علامات محبة رب الأرض والسماوات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال بعض الصحابة إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة فنزل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون تحبون الله فاتبعوني فاتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل وهي كذلك من أسباب زيادة المحبة لأن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ثم قال يحببكم الله وهي أيضا من أسباب المغفرة قال ويغفر لكم ذنوبكم من علامات محبة الله عز وجل محبة كلام الله عز وجل محبة القرآن كما قال ابن مشعود رضي الله عنه رضي الله عنه من سره وأن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن حب القرآن فإنه يحب الله فإن القرآن كلام الله وكان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي وقال عثمان رضي الله عنه لو طفرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للقرآن كان يقوم به حتى تتفطر قدماه وتتورم ساقاه وحتى أشفخ عليه ربه عز وجل فنزل قوله تعالى طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى وقال ابن مشعود اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني يحب أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مشعود من سورة النساء حتى بلغ قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك فنظر ابن مشعود فإذا عيناه تذرفان من علامات محبة رب الأرض والسماوات محبة الكعبة لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله وطاهر بيتي للطائفين جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم فكلما ذكر لهم هذا البيت حنو وكلما تذكروا بعدهم عنه أنه كذلك محبة المساجد لأنها بيت الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد أي مثل النجفة أو القنديل في المسجد وإن فارق المسجد ببدنه فهو يحن إليه وقد ترك قلبه فيه وهو أول من يبادر إلى الرجوع إلى المسجد وآخر من يخرج من المسجد من علامات محبة الله عز وجل محبة الخلوة بالله عز وجل لأن العبد إذا أحب أحدا أحب أن يخلو به قيل لبعض السلف ألا تستوحش وحدك قال كيف ذلك ويقول أنا جليس من ذكرني وقيل لأحدهم ما تشتهي قال سرداب أخلو فيه بربي قال سرداب أخلو فيه بربي من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعب لأنا أغير منه والله عز وجل أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن من علامات محبة الله أن يتضرر البدل من الطاعة والخدمة ولا يمل القلب وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدامه من علامات محبة الله كثرة ذكر الله عز وجل لأن الخلب كالقدر واللسان كالمغرفة فإذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل تحرك اللسان بذكر الله عز وجل فالمحب كثير الذكر طائم القلب متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يخدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا وقال المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل من علامات محبة الله ترك المعصية كما قال بعضهم تعصى الإله وأنت تجعن حبه هذا لعمري في الخياس بديع لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيعه ونصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فخرت لهم تعود حب الله وطاعة فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها فإذا أمرهم ألعنوا بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كيف يزداد حبنا لله عز وجل ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي يشك أن يرتحل عنا وقد قال الله عز وجل أياما مع دولات وقد استقبلنا الشهر منذ فترة بسيطة بعد طول انتظار وإذا به يعزم على الرحيل ولم يبق منه إلا أياما معدودة فينبغي علينا عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة في أن نزداد حبا لله عز وجل فكل العبادات في رمضان ترفع حبنا لله عز وجل فمن أسباب زيادة المحبة كثرة النوافل بعد الفرائض كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اخترت طفع عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ومن أسباب زيادة المحبة كراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه لأن المؤمن إذا قرأ القرآن وإذا سمع القرآن يزداد إيمانا يزداد حبا يزداد خوفا يزداد توكلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم نجسا إلى رسهم وماتوا وهم كافرون من أسباب زيادة المحبة الله عز وجل أن تتعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته فكلما ازداد العبد علما بالله عز وجل ازداد حبا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية من أسباب زيادة محبة الله عز وجل كذلك عباد الله الخلوة بالله عز وجل في الوقت في الثلث الأخير من الليل وقت نزول الإله والإذن العام ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله يقول لا أسأل عن عبادي غيري ويقول أنا الملك أنا الملك ويقول من يقرر غير عديم ولا ظلوم ويقول هل من سائل هل من تائم هل من مستغفر فالقيام في هذا الوقت الشريف في الثلث الأخير من الليل من أسباب زيادة المحبة لله عز وجل من أسباب زيادة المحبة أن خلوة بالله عز وجل أن خلوة بالله عز وجل من أسباب زيادة المحبة كذلك أن تقدم محبه على محبك عند غلبات الهواء إذا دعك نفسك بدظرة محرمة وتذكرت قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنين يغضوا من أفصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تقديم محبه على محبك عند غلبات الهواء من أسباب زيادة المحبة من أسباب زيادة المحبة مجلسة المحبين الصادقين والتقاط أطاير كلامهم فإذا أحب العب أن يحب أحداً يجالس من يحبه فيذكر له من صفاته ما يدعو قلبه إلى محبته ينبغي علينا عباد الله كذلك أن نتذكر ونحن نودع هذا الشار الكريم نتذكر ونحن نودع الدنيا دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل قال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مخبلة ولكل منها بنون فكنوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل خط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً وخط إلى جنبي خطاً وقال عن الأول هذا الإنسان وإلى جواله هذا أجله وخط خطاً آخر بعيداً عنه وقال وهذا أمله فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب ونصح النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن خلال ابن عمر نصح الأمة كلها قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل والغريب كما قال الحسن لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها له شأن وللناس شأن وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فكما يمضي هذا الشهر الكريم ولم يبق منه إلا أياماً معدودة يمضي العمر وتمضي فصحة لأجل عباد الله ونرد على الله عز وجل وقدر الاستعداد يكون بقدر العلم بقرب الرحيل فمن كان له أخوان وعائبان وانتظر أحدهما في غد والآخر بعد شهر فإنه يستعد لمن يخدم غدا فكذلك إذا علم العبد قرب رحيله فإنه يستعد للرحيل قال عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل أن يشغلهم طول الأمل وبلوغ الوطر واستخامة الحال عن استعداده للآخرة اللهم اختب لنا هذا الشهر الكريم برغوانك اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم لا ينخضي هذا الشهر الكريم إلا وقد أقررت عيننا بنصر المسلمين نصر المجاهدين في سوريا ونصر أهل السنة في العراق وفي اليمن وبنصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم ارحم موات المسلمين اللهم فك أسر المسلمين وردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اهد الضال لهم ورد غائبهم اللهم لا ينسى لخشى رمضان إلا وأمة الإسلام ترفل في أثواب العزة والكرامة اللهم اخصب لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل صرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ايّ لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه المنكر اللهم ارخى عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والرباء والزنا وردهم إليك ردا جميلا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين